مرحبا بكم في هذا البت المباشر مدينة الدار البيضاء كيف ما كان عارفه جميع اننا كان عيشه في فصل الصيف وبداية دياله فنبغي نعرف ان شاء الله سيتأخذوا قضاء عطلة الصيف في المغاربة فنبغي نعرف مغاربة مثلا من الجنوب او الشرق كل واحد اختار المنطقة او المدينة المفضلة عنده لانه بزاف يمشيون في الشمال لانه في البحار في واحد الجوراء دائما كيكون تبقى الله فيه الناس كاملين للاسف مغضيش يكون جالية بزاف القليل منها اللي ستحضر في المغرب هات السنة وفي الباقونس مع المدد لا اكيد انه مغاربة كينا وجهها بزاف المدن كالقوم الراكش من المدن السياحية الرائعة لكي تجغلها جميع المواطنين وخاكم شيرها مثلا من سنوات بسنوات الا انهم كيف تطلو انهم ديروا زيارة كل سنة المدينة مراكوش المدينة الحمراء للاكيد فيها بزاف المناظر الجميلة وحب الناس المراكوشيين واللهجة دياله وطيضة القلب التعامل ديالهم طبيعي مع الناس كيفاش يضحكوه كيفاش يستقبلوك فهذا كي خلي جميع المواطنين انهم منتج المدينة المرار واش كدلي الشمال اللي مغامسه وش تابق القلب ديال الناس وحبهم ونهجة ديالهم يزويونها وكدت تفتح القلب فانتمنى ان شاء الله اطلع سعيدة الجميع وصيف يدوز عندكم ان شاء الله متميز لانو فعلا الناس عاشوا واحد سنة ونسف من الكعابة سنة ونسف من العزلة سنة ونسف من مرض نفسي ومعناه ومدي فبغوكو جود السنة فكنتمنى لكم ان شاء الله تعالى بطلع سعيدة بالنسبة للمشي المستطاعتهم انهم يسافون فممكن ان الناس اللي كانوا في الضربة او لأني مدينة يمشيون الاماكين اللي كانت تكون زوينة وطريحهم يمشيون البحار يمشيون فلاسة فيها الطبيعة فممكن ان انسان يقري الغرض غير بحويج بسيطة ممكن انهم يفوج يعني انسان غير ما يبقاش في الضرب فان شاء الله بإذن الله لديهم العطلة جميلة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر